السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكرا لقصة 8 سباة داعش والبارد الرابع والخمسين الجزء الثاني جمد المكاني شفت ابتسم ابتسم وجاربني ابتعبرها قرية رمح شبيك هاي شنو اهدئي رمح حبيبيش صاير طمني شبيك عفية رمح صحت بي استحرك بألم وقمر ذب نفس وقال سويت عملية شهقت وقمت على حيلي شنو عملية شنو دخيلك ربي اهدئي تعبان ما بي احجي سكتت وقعدت لازمة تليفون ودموعي تجري وادحك بي بحالته هو صافن وعيونه تعبانه وبنفسه ضيق عملية شنو رجاء قمت وقال عملية بجلي تعبان لا اتطرحين رفع يدو ابتسم العظم ومخيس نظفوه بسبب انمات دقوية واحتاج تثبيت للعظم حتى ما تنعوج او ما عرفش حطو وشنو شالو ارمح شهقت ويدي على حق روحو لا تكذب علي يولو احترامي اضحك ما بي احيلش اخ بشيت رد قال لا تبشين حبيبي بستش هو قال هيتش او انا زدت سبوعي عشر عشر رمضت وضحك حبيبي كافي ابشي واشحق اضحك بي متت اضبط التليفون بستو ودموعه تجري شعور صعب هو مو يمي وماكو احد يمو غير المترجم وحرب مريضة بل كي يحتاج شي فرفحت روحي وانا افكر الفكرة جد براسي وابشو يسكد بي لحد ما نام هو يحكي بتعب وشعق لي وجرها بتعب التليفون بيدو وقع والتليفون بيدو وقع التليفون واسمع انفاسه عالية بسبب المنج ما عرف شنو كان من يسحب النفس يسمع منه التعب نسيت نفسي ونسيت كل شي بالدنيا بس رمح ببالي لبست الهيتفون واسمع انفاسه واغمر وراحش بقلبي احز محترقة حرق شعور صعب من اللي تحبو مريض وتعبان وانت ما بيدك شي السوي وهو بعيد عنك تعبني فراك رمح صرت احتاج قلبو كثير حنيت الو والعطر والكل شي بي وما عاد اتحمل شنو تعرف من يروح يروح للشغل اعرف شو كتير جاع ابقى متحضرت له وجه يزئله بس هسا محترق وصاره واي بعيد عني وحس اطلو دمرني تعبني ومتعودة غيره بالدنيا وما عندي غيره بالدنيا هو يقدر يكسبني ويجبرني الوحيد اللي يعرف كل اوتاري ما عرف سبب تعلقي بي سبب المريت بي او سبب الكلام تشت اسمعه من اهلي او سبب انه هو اول حبه بحياتي لو هو اول شخص يعرف عمق روحي وكل شي مريت بي تعب من التفكير قمت اخيط وخربط نمت والدمعة تحرق خدي قعدت نص الليلة تحكي التليفون طافي وراسي احس ريدين فجر خليت التليفون على الشهر وقمت رح تغسلت وضيت طلعت الغرفة تحنين وادحكت لاعب فهد هاميمة الحمد الله ان شاء الله يقوم بالسلامة يا عمو بس اتعيله والله كنا محترق قلبنا عليه اخذت فهد بحضني وبروسه وبوجهه دحكت بيه يبجى بالسلامة والله قلبي ما عاد يتحمل بعده حقش فراق الحبيبي يشق القلب شق وصعب تتعودين حاجي جديد خانم مبالي واضح رجعت فهد بستو ودغ دغر يضحك احس هملتو كثير هالفصعون بسبب المشاكل اللي دنمر بها لا احنا ام كيفين قالي انا ولا اتشيلين همه احشي لي حنينة ريام احضره ويوجع احضره ويوجع من غير رقم تعبني ما تسمو ما تسمو ما تسمو ما تسوى ترجعيلو وما اقدر اقلش تترجعيلو لان اللي ابني اهم ما عادها سمعتها وشرفها وهو طعام بيت واخته شفتش سوا صديقي ما راح تتركتش بحالك ولا راح يهديلها بال لا هي ولا امها ربي وتشوفها كل شعر هالين عار وادب سز وطح هدها موفقه وحظ يطق بالقاء مو حسد بس هي كلبه ابد ما يحتي ابد ما يجيب عنها وما تشبع هواية هدشي بس الله ينطيهم ومعجل حسابهم لا تنسين الله يهمهم مو بس هاي شايفة خالتي عندها قطعة ارض باسمها وزوجها طلي بيتها رغم حباب هو وكل شي محترم وحالة المادية كل زينة بس هم خليتها اصبع بيتها وليش تطلع تطب عبالك ما يشوفها ما عرف شكو مو حسد بس هم هدشي ما شبعون اكو بشر ما تمني عيني هي صح اكثر من وراء شفتو اشوفو حباب حيل وما يحتي بس هو حظة حظ البهايم يهم عودة والله قلبي موجر منهم وما اشتيكي عيشتهم بس غير حظي الاخبار خلاني احب ابنها وهاي شوف اكلت باثنين ايديا هو الله متندمه قدش عباسي وقع الفاس بباس هو تبع حسن حباب وكل شخوش ولد وبمح يسالف لي عنه بس بسبب اخر صار فسواها نزل نزل من عيني المفروض انتي تعب ايدي وكبرتي انتي ويا سوا مو هدشي يجي يسوي مساح مساحة بس خلي يبعد عني اريد انسى تعبت اريد اعيش حياتي تايشي يا حبيبتو اتصرفي كل شي ينحل ان شاء الله يلا عمتو احنا حنقوم نسوي نومه اضحك اخذته والشرق لها بمعنى باي بايد فهد نزلت جوه وشالته وابوس به وعشق خدوده هو مدون فش وكاشف لونه ما اسمر مثل ولادته صاير ابيض اخدوده وردية بس عيونه وقصته وخشمه ربح ونموشه كثيفة نسخة من ابوه سويت لي لفة جبن وان اغي الفهد سويت له ورضعته وصعدت اكل باللفة والعبوية فهد فتح التليفون لما بدت اتصل هي جوز نايم بس صورت فهد دزيت لهم دزيت لهم الى صورت نفسي ودزيت له مشتاغ لك بابا طيب بسرعة على عمود ترجع بالسلامة عفت التليفون ورجعت الفهد موتني وبهذني لحد ما انام مروا الوقت بدون ارمح حسيت هاي نفسي دا اتحسن بس لازلت 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 الصورة بسرعة والما قاعد فتحت التليفون داز عجعيني ما تحملت التصرط شوي ورده رده بوجهه احسن من امس تعبان بس اخف من امس نحلان كان قاعد يأكل فتح الكاميرا وضحك يولو صار التنبل ما النوم قومي ما حمصتي هزيت راسي وضحكي تفهد نايم صفي فارش نفسه شوف شوف منو اخذ مكانك نزلت الكاميرا عليها هو يضحك وطبق حواجبو لتش واخري مو ضحكت لتش يلا ماما سحبتو الحرني وبوستو بخدودو ورمح ضحك وعرض اصبعو ارجع لو ما ارجع شوفيش يسوي بيش الا اضحك بس افجع وشوف منو تعوفك مشتاق لي يا بعد شلاوي يا بعد بلاتين رجلي ما بالحيف اعوفك بس اخ كلش مشتاق لك مشتاقت لك وقلبي ينام عليك ما بغا بس شم يوم يولو بيني وبينيش شينو الهنديات شلون دلال واهتمام اقطع جني جايب لي وحدة دلالي وتهتم بيه رمح تعرف بقد النسوان لو ما تعرفوا زين تعرف بغيرها النسوان شي تسوي هاول يابا شو بيش مشتاقين عمي احنا الزلم منين الخافة من الله ومنسوانة اجيك للدرب اجيبك للدرب قلتلك اجيبك اضحك تجيبني وتجيب عشيرتي اضحك ما ري العشيرتيش اريدك بس انت يحتاج لها قاعدة اي هاي اللي بالله شلون مشتاق اللي احشي الكلش والله يكفي صياحك ورعيدك بالبيت يولو عفت عفتي كلشي وطفرتي على صياحي تهيبه هي يا الله اضحك مو قلت كلشي ريام عيونه هاي شنو شكو صايرة قوية خاف تردين ترحين لهلك من هسا اقلتك ماك وروحة شبيك اكلتني اقل لك لحمة حكرة ما حبابة ريل بعد اشعر وليش ناسي يا بعد ناسي وهلي إليش هيل اشتاق قلبي وغرامي الاول جرها وابواني وغناها بصوته لياخذ العقل الكل وانتي بعيد اغربه في عينه ابتلي اهدي احلى سنين عمري لو الهو يجيك يجيبك الي سكة وضحك كملها حبابة رحك ما بي ابويه ولك غيم اشتاقت له الفصمة هادش وكت رجعون حرب اشلونه الحمدلله حربوا بخير وراجعين خلال هالسبوع بحنا واحد مريض راجع رجعنا اثنين واضحك اهم شي سلامتكم يا روحي صاحتني خالطي ممح خالة تتصيح بعدين نتصل بقى بقي التليفون مفتوح فهد خلي اشباع اشوفه منه زين هالحواجب المطبوقة ليش بيها سالفة بويه اضحك هاي الهند هي بس قتلها عدلي الكانونة عبالها اصير عليه شو باحت بعد ما اجت واضحك انت شكلك عصابي مدرب شلون والحواجب مرفوعة اما طبوقة 24 ساعة وتخوف تخافين مني اضحك لا صاحت خالطي مرأ لخ امي هم عرسة ويعرسي قليل هرمح يقول يرجع ويدور بليش رجل وكون هادش ينشلع قلبك يا اشقد سخيف عابد اضحك روحي يا به قمت منه وثبت التليفون على فهد نزلت شفت ام حسن قاعدة بالمطبخ يا بخالطي هي وبتها الوسطانية قلت بقلبية لا هلو لا ما مرحبا همجت واجه الشر وياها ما تابت فلا توم صباح الخير ما رديت فشلتني بس خالطي جابة صباح الخيرات يمو دهكت بيا وهزت ايدها ورافع حاجبها اي كريم اشلوان ارمح حسن قل لي امسوا عملية الحمد لله زيان خير ولد ما مرتاح ما تشوفين قلبه تعب قلبه شعلية ام حسن شلي شلي ما مرتاح راحت لسنقو اخصى الوضعات فهد واذني وذاني امه شاش عندهم سوي عملية لو ما تعبانه طاقة روحة ولعبانه نفسه امنية تلعب نفسه شبيش مو شنو مرتبطين ام حسن اضحك شنو مرتب داريت اكتر مروحة وشنها مطير الحب عيني الباردة عليهم واني ام عودة اضحك يلا الله الله يشافي يخلصه من المه يعرفي داري جابتها خالة العملية برجل يمو في قلبه شوي ربط فدوة العينيش واضحك خالتي تطبخ رفعت راسا اله الشرت لي بمعنى سكتي طفرت بتها خالة وين حنين فوق بغرفتها راح اريمها يمو روحي يمو الفدوة الطولة شاع عيني رحكت وركضت ركضة صعدة فوق خالتي تتحك بي وانا طبقة تحواج بي ما عرف الموضع يقول خاتلة كاتلة زوجها لو ما اخذها حقها ناش بويهاي هو قاعدة بنص قلبه وده تطبخني خالة شونو اسادش بس طلعي الخضران لضفيها وسوي لبن لان كريم راح يجي يمنا يتغده ويحب اللبن من جربش طفرت هي وكمي مش عندها جاي مورة ابنك هتش تطلع تقعد يمه اي صديق هي لا من ثوبنا ولا من مذهبنا خالتي محسن كلامك ثميني اجدخل المذهب والثوب ابني راح يجي ياكل يمنا ان نسوان وحدنا والدي الله يعفظهم حنينين وما يهون عليهم يعرفون امهم بعد جاب هاي بهاي شنو ما تعرفين تحشين وضحك ان داريت الهوية تضحك هزت ايدهي ولا مدري شلونك انتي مدري شبيك خالة من اول ما شفتيني قمتي تحشين حجي بلا طعام والحمد الله وشكر بالبيت ما عندنا حقد على احد من هيك واحد يحب الثاني وواحد قلبه على الثاني لا عندنا تفرقة ولا طائفية خالتي روحي لابنك خالة لا خالة ساعدك شنو شنتيش انهدت بي وما مديت هي عود اختك انا ما حشيت شي ام حسن فكي يا اخا شبيتش هزت ايدها ما عاجبها قاعدت ان اتضف وما اضحك بيها وكن ما موجود وهي ويا حسن لو بيدها تقضبني وتشرب من دمي وبلا سبب هيك شي حاقدة وكارها الناس بلا سبب ما حد يحبها لان راعت مشاكل وخواتها يمشن وراها على الغلط والصح المهم وراها شوية ونزرت بتها ايه احلى خواتها تقريبا وهاد ايه وما اشوف عدها مضارة على احد وعلى طول ويا حنين تقعد وتسولف اسمها سحر هلا مامو هلا يمها خبرتلي زينة بتقول اجت ام فاطمة على مودة فلوس السلفة ها يلا لعد امشي نرجع دحكت بخالتي رفعت راسي الها وجهه احمر تفرك بيدها قتل هيش بيج ساحورة ام صخنة خالة ام حسن خطيه البارحة لليل وهي بس ستون يا حبيبتي خطيه اي والله يلا خطيه روح حسي يريد ابنك بالسلامة الله يارت طلعت وراهم خالتي هزيت ايدي الله لا يردك قمت كملت شغل وجمعت المعون كان على السنك غسلتها وخالتي فاتت تقوى القرآن وكل قدانة جاهز عاد قمت توضعت صعادة شفت فهد نايم والتليفون باقي بس المكانة ومكتوعة طلعت من بانا فرشت سجاجتي وبغيرت لحد اعذان اقرأ قرآن يوم ثاني خبرته رهف قدت لهي نروح للسوق هم نحتاج على عمود نعزم العالم ونحن مرتبين وازواجنا مشتاقيننا وهم اتغيمين جو صدق قوة غنعتهم يوم ثاني تجمعنا ليلة هم وجدتي ليلة الدلل الفهودي بس خلي فهد نداوي على مود لا يتعبنه ما دام هو يرضى رهف خليها خبر حرب واقل له هنطلع يلا ماشي لا تتخرين هم يلا نرجع ورانه شغل راحت رهف وبغينا انا وليلا نسولف وشان ببالي اغير ديكور الغرفة اسولوا تعديلات بس غرفتي اخشابها ثقيلة فاكتفيت انه اغير الفراش وهلوم هو المتعلقة بي شوية ورجعت رهف متنرفزة ما اخلص من غيرته انا شبيتش واضحك يقلي لبسي نقاب وشفوف ادري لو شافوني شاطة يلبسوني عبارهم داعش هي ليلة اضحك يخاف علي اتش يوم عودة دي لبسي عشتوا يدللون عليكم هسا ويدللعون ريامي والله شدوا روسكم اي القرآن ارحك ارهف يلا البس واجي قومي ريومه ساعة يلا تلبسين ريام يلا رايحة زي انقولي الهاجر متوح خبرتني بسا قالت زوجها بالدام ويرجع العصر ويجيبها بالليل ما تقدر هسه يلا عجل ابدل واجي كل واحدة بين التفرد بدلت بالخفية حتى ما يتعلقون الجهال بثيابنا طلعنا الاسوق ما خلينا شيء يعتب علينا واخذنا ليلة للصالون اخذتنا ليلة للصالون حفينا وصبغنا ورهف قالت عاجبنا اغير لون شعبي ليلى حمامات وليش يا وليش من عرسي بس مرتين غيرت مليت مني ريام رمح ما يقبل اصبغ بس اريد اصبغ واخلي امام الامر الواقع عجل بس هو يغير ساعة يطول ريحيته لما ينزل ويخبصني بها وساعة يسحقها الصفر ويخلي شوار عجل انا هم اريد اغير رهف والله حتش يسترق صاحب بنا وين الصباغ لبو لبو هاللون ليلى اضحك يا فلكشن والشن دهر مونسوان شيني انت شهيت اني ريام خلصنا نجها اليوم عودة صبغي يدلي للحب ليلى كبرنا ولدي ابطولي واضحك ريام بعد الشباب ترى توج يوم عودة بوعي انتي بيضي لوقلك برغندي ليلى ما صابغ هتشلون رهف يخبر عليكم ليث ريام وانتي رخوف رهف هذا اللون شنو قالت زنجاري مدري شسمي يطلعا اسمائي بكيفين بس شكلي حيتغير ليلى يخبر عليك عاد صديقان اختاريت من سويتها طلع نفسس تمام ورهف اختارت لون مثل جوزي طوخ بس اغير شكليه جذرين ويخبر عليها وبرز بيضها اكثر اما ليلة هم على الواهس صبغة برغندي واحنا ثلاث طلعا عرائسة من الصالون منحف وصبغ وقص شعر كل وحدة ذبت لثلاثمائة الف غير المسواق لان المركز المركز غالي بس كل غالي يطلع مضبوط والثمن البناتي خبرا ومنين وبيش وخالتي تصلي على محمد حبيبتي عاد صاحت بيهن قوما حفا وسوان غير عيد ادنه عبن وليداتي يرجعون بالضيق للفرح يستاهلون الفرح قوما يلا وسوان كليجة سوان حلويات يلا عافية بالعبابات خطيه وهراحة فرحنا كنا وصديق عبالك عيد بالبيت بس اخوان رمح ونسوانهم وجهالهم بين الكبار والاطفال والعمارهم وسط جنا قاعدين اغسل بينهم مع عين العشي انا ورهف فاتت بنت ليلة ندا ابني اتخبرا وحبابا حيل طولها وسط وعيونها كبار وهم اثخان كثيفات بس صنوات عنها بي عيونها اش ما تلبس يعكس على الملابس جنها زجاج والسانها ثقين مثل فرح حرف راء ومنطيها لذة بكلامها دحكت بي وصار وجهها احمر رحكت لها رهف وقالت شنها الجمال نداوي تكبرين وتحلوين رحكت اسلمين يا خالة ربي يحفظك بدواء القلبك حبيبتي امك رادتك مساعي خالة رايحة الها ركضت وادحك برهف تدحك بيها دفعتها يخلص ردودي بعرضي اخطبها يخلص رؤودي بعرضي اخطبها الى وابحك تخبر لعابه ولتشعيونها صلوات عن نبي يوم عودة انتو كلكم حلوين اضحك شي فيد الحلاوة يوم عودة صديق من لوك هواين نايمة حبيبتي توسلت بيها تلعب ويها الجهال ما قبلت ورادت تبجي اوف الله كريم الله ابحان براحيم كاملنا شغلنا وهاجر ما قدرت تجي صعدت رهف يمي بالغرفة هي ومالوكة وليلة بس باتن والبقية بجعو بس البنات الكباري طلعنا عموها 16 17 18 بنات اخوة اخوة ترمح بقوا بس يمحنين ومعدهم بالعائلة بنات يا دوب ثلاثة او اربعة بنات كلهم شباب واولاد صغر بقانا بس للصبح بين سوالف وليلة سوالف تخبل وسوالفتنا عن سوالف ام حسن وخواتها وبناتها وتوقف الشعر الرأس وقالين كل واحدة على فراشهم سيطرين الفراشات بالسرة كل واحدة نايمة وضعبها صفح والذب لها حتشاية وتقعد تف حصلها وكل شوية الشباب جايبين علاقة بها حلويات ونساتل وحب نتعلل بيهن لحد ما اذن صلين او نمنى وهاي احلى نوع اللي تصير ورا هاي السوالف الصبح دقة انذار خالتي لكل قعد وكان راجع ابو ليث من شوالله وكمل قبل جاي البيت العائلة اول ما نزلنا وراي ليلة رفع راس وضحك وفق عيونو اندارت لها ولزمتني الضحكة وهي قرصتني وسكتي لا الضحكين لا الضحكيني ارحك شنو كلهم نفس الخفزة الخزرة يولو شفنا جايب صينية قيمور وعسل كاهي وبقتها كان نسوان حمواني حمواني جايين والجهال والبنات ملتمين لين بالليل يطير رون يطير رون ممح وحرب وعلى باشر يصنون فالكل متجمع وخارتي فرحتها بالهجمع وطايرة بها نسوان ولدها وحفادها وكلهم وضحك وسوالف وكنا على ضحكة وسالفة وحدة تحتها شا تسوي ولدها يضلعون يبوسون اباسها ويدخلون يبوسون ماسها قاعدنا على الصفة ويدحك بيه كل شوية يدحك ويغمز الهوية تسوي نفسها ما شافتو وانا اخدو دي يبست من كثه ما ضميت ضحكتي اخر شي صاح امليث ابسر على الغترة بوية ها عيني يلا بايحة سحبتها احشيلي الموجز بداعة الغمزات غمز غمزة وقع خمسة عاشو بالنظر منها هذا يولو منو هذا يولو وليش رجلي دروحي هابوسيش هنياليش فاصولي يا يابسي الله وكيليش هي قالت هيش وانا فجرت خليت الكل يضحك على ضحكتي الفضيحة اريد اسكيت مؤكو لحد ما قسام قال هس احنا عليش ضحكنا رجع وضحكو بالزايد صاح ذرقام لحد يقوله قروا الفاتحة شيني هاي كل ما اناكل لقمو قلتو الفاتحة اللو فلان قسام هو انت وينك وين الدين ابو النسوان ذرقام انت تنشب قسام اخوي تاج راسي كلامك جدا راقي ويسعدني بس احبه قلك تاخذه تاخذه وتخليه ويلاكل الدجاج على مود الدجاج هتنطيك بيضة واستفاد منها ذرقام لبضل مسلت قسام والله كلامي بحكمه ذرقام وين هي صفن وقاله رحمه رحمه الله من قرأ صوت الكوثر لها القصيرة ونهديها الجدي المرحوم وبطالب كل ضحك بصوت حالي الا ضحكتي فارحتني بهم جابتني ليلو وطق رقبتي وطق رقبتي وتضحك رجع صاح يلا بوي رفضها طفرت هي وراح وياها وانا طقيت هضحكا شد شقد حبابة ليلة لمينا السفر ودق شغل موعين وتنظيف وجهال حطوا دوبهم دوب العجل اللي برضه كل شوية خالتي تصيح بهم هذا ابن حماية عمره عشر سنين ياخذ خس اللي جايبين للغداء وينطي للعجل خبرني وانا واللي يسألوا يقول العجل قل لي انا جوعان ونفسيتي تعبانة الليل متنة قلبنا طق عيني ما اخفت للصبح دقيت الساعة سبعة قامت رهف وقمت وراها نزلنا الصوت جوه الكلمة الجمعين صارت خالتي هلا يمو همزين تغديته يمو جهزنا ريوق حبيباتي ما كنا ما كنا ولا لاحظنا كل شي بسرعة صعدت غرفتي رتبتها وغيرت الفرشة وعطبتها غفلت الباب مثل ما امرتني خالتي وشوية بدأوا العالم يجه يجهون اهلهم وقايرهم اللي قصدوا خالتوا وخوالوا وبناتوا محلة وهاجر اجوا وخواتوا الحرب واصدقائهم دقت العشرة وقالوا حييجون هيرحون يجيبونهم من المطار يما انخرطت رجلي وعرفيتي قمت ارجف ما اعرف ليش وقلبي احسه بدقاته وبصدر واطرافي جمده جمده بفرق شهرين ونص طريبا اكثر متد قلبي احسه اعيض هيطلع من مكانه قمت واكور بالباب ولازم افهد وحوس ان اروح وارجع مثل التطلق وخارتي وام عباس راحوا ويا السيارة ويا اصدقائهم متد فار دمي ولهفتي شوقي اللي دم ورع صابر احس الساعة ما تمشي ساعة ساعتين وكان نسمع صوت السيارات والهورنات قلبي كل ما بي ينبض بقوة قاعدين بالمطبخ ونفرك بدينا من التوتر واللهفة حتى عيوني ظلت تجري من واحده تسارع قلبي نبض قلبي راح يتعدل تحمرتي ما حسن غير ملاك بنت حرب صرخة صرخة قوية ماما